وينضم إلينا من تونس مراسل الغد ياسر دبابش أهلا ياسر أولا هل صدر بيان مفصل من رئاسة الجمهورية عما تمخضت عنه هذه اللقاءات وهذه الزيارة ياسر مرحبا محمد بالفعل أصدرت مؤسسة الرئاسة التونسية منذ قليل بيان حول لقاء الرئيسة التونسي قيس إسعيد بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آلي سعود الذي جاء في زيارة حقيقة هي غير معلنة سابقا في إطار جولته الخارجية التي شملت القاهرة والجزائر ومن ثم تونس محور المباحثات الملف الليبي وهذه القضية التي تثير قلق دول الجوار خصوصا مع اجتداد المعارك واحتدام المعارك ما بين ما يسمى بقوات حكومة الوفاق الوطني الليبي والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حرص من القيادة التونسية وتحديدا من الرئيس قيس إسعيد على ضرورة تجميع الفرقاء السياسيين الليبيين وأيضا دعم أي جهود لإحلال السلام ودفع المفاوضات بين الأطراف الليبية جميعا هذا طبعا يسر يعني الجانب السعودي والجانب التونسي واحدة من جميع الأطراف اقترحا مسألة الحل السلمي وبالطبع هنا الحوار الليبي الليبي لكن هل من آلية؟ هل أعلن الجانبان عن آلية لتنفيذ هذه المقترحات؟ مسألة الحوارات بين الفرقاء الليبيين دون أي تدخل من الخارجة ياسر؟ بالضبط محمد تشديد من الجانبين السعودي والتونسي على رفض أي تدخل أجنبي في الأراضي الليبية وأيضا دفع عملية التسوية أو إنجاز التعبير المفاوضات ودفع الحوار ما بين جميع الفرقاء السياسيين الليبيين الآلية لم يتم حقيقة الإعلان عنها ولكن لطالما محمد سمعنا من من يزور تونس من الأطراف العربية ومن دول الجوار تحديدا عن المبادرة العربية التي أطلقت مبادرة دول الجوار ومن ثم المبادرة المصرية وكذلك بأن أي حوار يجب أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة هذا يعني بأن الألية ليس هناك أي اختلاف عليها ما بين القيادتين السعودية والتونسية وحتى أعتقد الجزائرية والمصرية في عجالة يا ياسر مسألة تفاق السخيرات هل أعلن الجانبان عن مسألة تعديل بعض بنوده ربما لاستمرار بقائه بتعديلات أو تغييره جذريا ياسر هل تحدث عن هذه النقطة وتم الإعلان عنها محمد في حقيقة الأمر وبالواقع لم يتم التطرق في بيان مؤسسة الرئاسة الروسية إلى هذا الأمر ولكن يبدو بأن الآن الجميع يفكر كيف يدفع إلى نقطة واحدة وقف فوري لإطلاق النار بين جميع الأطراف الليبية والدفع بالحوار والحديث وتناول النقاش ووجهات النظر والرؤى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ويعني الابتعاد عن ما يجري من اشتباكات وقف حمام الدم إنجاز التعبير في الأراضي الليبية وذلك حفاظا على الأمن القومي لدول الجوار نتحدثون عن مصر الجزائر ليبيا تحديدا وبالتأكيد أمن واستقرار المنطقة هذا ما يهم دول الجوار وتحديدا أيضا القيادات السعودية والقيادة التونسية بعد هذه المباحثات التي جاءت بشكل مفاجئ وغير معلن عنه شكرا جزيلا ياسر دبابش مراسل الغدمن تونس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة